في حاجة تانية مفاجأة على فكرة جاية بس احنا مع للأسف نات عملت على يعني على سهوة وكان كان مشروع بيتحضر مع الاستاذ جمال سليمان انا عمل حاجة اسمها خمس دقايق ثمان حلقات بيتزيعوا على منصات ومنهم بين ومجموعة من الحاجات كده دي هتبقى موجودة امتا؟ اعتقد هتبقى اخر مجموعة في رمضان على حد المنصة ثمان حلقات ثمان حلقات انت معا النهارده الرجوع تاني للحلقات العدد للحلقات القليل وبقى فيه نمازج كتير اوي نكحة اوي هي على فكرة مش جديدة انش ايه كان زمان كان كله كده طبعا فكرة الصهرات اللي كانت جزئين وثلاث اجزاء صهرات تليفزيونية ده مرة عملوا صهرات تليفزيونية اربع اجزاء وبعدين قالوا لا هنعملها خمسة لان هي الموضوع ده سم ويستحن كنا بنقعد كل اسبوع نستناها صح ومسلسلات زمان كلها اللي احنا استمتعنا بيهم كانت كلهم ايه ماكسيمم 10 حلقات 15 حلقة كان شهر رمضان فيها جات بتستاهل ومحتاجة انك تتفرج عليها عدد ايام وحلقات اكتر انتي كليك نجحات كتير جدا مع شهر رمضان الكريم وكسرتي الدنيا مع شهر رمضان الكريم ايه اكتر الاعمال اللي مش قادرة تنسي لغاية النهاردة وفاء الوقت بتاعها والنجاح الكبير قوي هل كان نازلي هل كان نازلي لما شاركت في بطولة الملك فاروق نازلي انا كنت خايفة جدا من التورج احنا بقنا بتسميها نازلي مش الملك فاروق يعني اه نعم هي كان بالنسبالي الملكة نازلي دي انا كنت على فكرة عارفة سر النجاحة ايه انها اقولهولك ان انا لما عيشت الشخصية حسيت كل الناس جاي عليها فكنت بدافع عن نفسي فتلاقي وهي بتتكلم كان بتتكلم بمنطق انها مظلومة مش ظلمة مش خاينة مش باعة وهي انا كنت شايفة انها بتستخدم حقها لكن لما تبعديني عن الشخصية وتيجي تكلميني في الحياة اقول لا هي كان لازم تضحي تضحية تفوق تضحيات كل البشر لانها ام ملك لما شاركت الاستاذ محمود عبدالعزيز في بطولة جبل الحلال كنت سعيدة جدا ان انا حقف قدام ملك الدراما العربية في الوطن العربي نجم كبير وعظيم والحقيقة الحقيقة كمحترم موهبتي جدا 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 يعني ويشهد بده الاستاذ الكبير عادل الاديب واستاذ عادل الاديب كمان ساعدني واستاذ عادل الاديب ده حد من المخرجين يعني انا بقول ليه قاعد في البيت يعني ليه حد زي ده قاعد في البيت بجد منجز وشاطر وعينه حلوة وعمل حاجات نكحة حاجة عظيمة يعني بس ان شاء الله بس الان العدد كبير وانتي نفسك بتقول ليه سبعة عشر موز بس عندنا مخرجين كتير اوي برضو عادين في البيت عايزينهم يشتغلوا عندنا نجوم كتير جدا عادين في البيت وفي ادوار تانية وادوار تالتة وادوار ربعة وانا بطالب حتى لو كنت انا مرشحة في تلات اربع اعمال بطالب ان يا جماعة اتركوا فرصة لزملائكم يعني لما يجي دور لحد لازم يتعامل كده على الكمبيوتر في الموقع بتاع النقاب تشايف ده اشتغل السنة دي مرةين كفائية غيره يجي نفس النمط نفس الشكل احنا في مسألة اصلاحية يعني احنا مش جايين بنقول المشكلة لا احنا بنقول انا وانتي دوقتي مشكلة والحل بيناس تقول المشاكل وتساعد بس سيب الناس يزهز كده اقول حل اهو بالزبط هي قالت لكم الحل يعني لو اي حد النهار ده عنده اربع ادوار ياخد اتنين ياخد تلاتة ويسيب واحد للجنب وان فعلا واثنين واثنين انا بقول اهو حتى يسيبوا واحد بس فعلا لازم يحصل كده لان فعلا احنا عندنا فنانين كبار اوي قاعدين في البيت مش عارفة عجبين يا حاجة عاملينها اليوم السابع واستاذ خالد صلاح عمل ورشة المفروض ان احنا اختبرنا فيها مجموعة من الوجوه الجديدة تقريبا من خمسمية رسيت على خمسة وسبعين حد ونزلوا تاني كمان بقوا حاجة واربعين فقرر ان هو قال انا نفسي اعمل مسرح صغير واعمل روايات بالعيال دي العيال مصدقة جدا وطلعين جواهم امل وطموح انا كنت مبسوطة جدا درجة عرضوا علي اجر اختبارات فقلت لا انا مش عايزة الفلوس دي حطوها للولاد دول في مشاريع نعمل لهم مشروع لازم نعمل كده صح لازم ده مهم جدا على فكرة اه انا موافقكي جدا موافقكي بالقديم